مصر النهاردة هي اللي بدين بالتأكيد ما يحدث وإنما بأشد العبارات وقولك البيان نصاً أنه مصر جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية المصرية النهاردة اعتداءات الصهينة على مخيم المصيرات في وسط قطاع غز وزي ما كنت بقولكو أصفرت عن استشهاد تقريباً 150 من المدنيين الفلسطينيين كيفما ورد إلينا حتى لحظة إصدار البيان وإصابة المئات انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان يتم انتهاكها بإيد بن يمين نتانياهو وحكومته على الأراضي الفلسطينية جمهورية مصر العربية بتحمل دولة إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر وتطالب بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين على حد منطوق البيان المصري الذين نزحوا إليها والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع وطلبة مصر الأطفاء الأطراف الدولية المؤسرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتحرك المسئول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية اللي راح دحيطها ما يزيد عن ستة وتلاتين ألف شهيد مصر بتأكد على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة وبدون أي عوائق ومن كافة المعابر البرية للقطاع